وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار جمهوري بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لدعم البرنامج الحكومي المصري للتغطية الصحية الشاملة كما وافق المجلس على استضافة مصر مقر وكالة الفضاء الافريقية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب الجلسة الثالثة والخمسين لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة بجدول أعماله في بداية الجلسة العامة للمجلس أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى لجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص زاوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة لدراساته وإعداد تقرير عنه وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيا على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الافريقية الموافق على ما انتهى إليه رأيه اللجنة يتفضل برفع هذا موافق تفضل سيادة النائب المقرر بتلاوة القرار لأخذ الرأي عليه وفق على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الافريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 وذلك مع التحفز بشرط التصديق الموافق على القرار يتفضل برفع هذا موافق إذن أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023 وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الافريقية عن القرار الجمهوري بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمهورية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القرية الافريقية المحطات النووية دي مطلوبة كمدر من مصادر توليد الكهرباء واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية أنا بوافق على هذا القرار الرئيس الجمهورية وبوافق على هذه الاتفاقية كما وافق المجلس نهائيا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والسروة المعدنية بالبحث عن البترول وتنميته وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي عن القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي افريقيا السوق جيد جدا احنا مش عارفين نستثمره في حين الاخرين من دول اخرى من خارج القرى هم بيستفيدوا باسواق افريقيا فده يعني دفع للحكومة المصرية ان تبدأ دائم الاستثمارات قوية ونستفيد بهذه العلاقة المهمة وهذه التخفيضات ستؤدي نتائج جيدة احنا طبعا بنوافق على هذه المسألة بشكل جيد جدا وبنقول مصر املها في افريقيا هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على ان يعود المجلس للعقادة يوم الاحد التاسع من يوليو المقبل اشتركوا في القناة